حزب الحرية تصدر التوجه الانتخابي الحالي في النمسا وإن كانت استطاعات الرأي بتمنح حزب الحرية 27.2% وهو المركز الأول في الانتخابات ويتصارع على المركز الثاني حزب الشعب والحزب الاشتراكي الديمقراطي نعم نعم هل هستمر معنا المواضيع دي ولا جائز موضوع البرامج الانتخابية تغير من هذه النسب والله استاذ ممدوحية فعليا البرامج الانتخابية لم تتوضح يعني حتى الآن لم تصدر بشكل واضح وما يقال البلاكات يعني البلاكات لم يكشف كل حزب عن البلاكات أو اللوحات الإعلانية الخاصة به والشعارات الانتخابية التي سينادي بها ولكن مع الأسف يعني كل الاستطلاعات وكل القراءات وما قامت به شو اسمه شو اسمه هيئة الإعلام وكالة الأنباء النمساوية وكالة الأنباء النمساوية الذي قالت أنه 27.2% يؤيد الـ FBO 22.8% 21.4% يعني فعليا اليوم يتصدر يتصدر حزب الحرية بخمس درجات أكثر من أي حزب آخر ويتنافس الأحرار حزب الشعب والـ FBO على المركز الثاني وعندنا حزب البير نعم حزب البير يقول أنه فعليا يعتقد أنه سيكون له نصيب يتجاوز يعني أو يصل إلى العتبة العتبة الدستورية التي هي 4% ومن المتوقع أن يتجاوز 5% بناء على آخر الاستطلاعات الأحزاب الأخرى لا يتوقع أن يكون لها نصيب الحزب الخضر 9.4% النيوز 10.2% شيء بدك تسأله أنا أعرف شيء يسمي بصراحة عن هذا الحزب فبالتالي مع الأسف النمسا اليوم على ما يبدو أنها تتجه واثقة الخطة تجاه اليمين المتشدد يعني هنشوف الأيام اللي جاية مخبياننا إيه ترجمة نانسي قنقر